إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا حلم يتبخر ولن يرى النور فمعظم الأحزاب في فرنسا اتفقت على أن تصريحات ماكرون لم تكن في محلها مؤكدة أن الدورة الفرنسية اقتصر فقط على ما تم طروحه في الاتفاق الأمني بين كييف وباريس ماذا حصل أمس في اجتماع مجلس الشيوخ الفرنسي النايف بالتحديد؟ هل لك التفاصيل؟ الأهم أن فرنسا لا تريد مواجهة نوية ولا حرب عالمية ثالثة غيبة أمل جديد مشاهدين لأوكرانيا باب الجدل بخصوص إرسال قوات فرنسية لدعم كييف تم إغلاقه التورط الفرنسي في ساحة الحرب أصبح بعيدا في الوقت الحالي مناقشات حادة في مجلس الشيوخ الفرنسي سبقها توتن في مجلس النواب بخصوص حرب أوكرانيا التي خلفت انقساما واضحا طال المستويات السياسية والشعبية وحتى الحزبية محظم الأحزاب الفرنسية قالت إن إمانويل ماكرون تسرع في تصريحاته الأخيرة والمتعلقة بإرسال قوات إلى أوكرانيا معتبرة ذلك خطا أحمر بعد مناقشات طويلة أيض أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي إلى حد كبير الاستراتيجية الفرنسية لمساعدة أوكرانيا بأغلبية 293 صوتا في مجلس الشيوخ مقابل 22 صوتا على ضوء الاتفاق الأمني الأخير والممتد لعشر سنوات ندعم أوكرانيا لا نريد مواجهة نووية الدور الفرنسي في المرحلة المقبلة مشاهدين سيقتصر فقط على تطوير الشراكة العسكرية وتكثيف التعاون الثنائي على المدى الطويل حيث سيتم تقديم مساعدات مالية بقيمة 3 مليارات يورو على مدار عام 2024 لتعزيز المساعدات العسكرية والالتزام بإرسال المعدات والدخيرة والمساعدات الإنسانية